على أي حال بالنسبة للأخبار اللي ستحصل النهاردة فالنهاردة سيتم تنظيم احتفالية بمناسبة اليوم العالمي لإحمال طبقة الأزون الدكتور محمود محيددين رائد المناخ لرئاسة المصرية لمؤتمر المناخ قاب 27 سيعقد لقاء مع الدكتورة هالا السعيد ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالإضافة أيضا للواء هشام أمنة وزير التنمية المحلية و27 محافظ لمناقشة استعدادات استضافة مؤتمر المناخ في شرم الشيخ أخبار تنية كتير هنعرفها خلال التقرير اللي دا بالنسبة للأخبار المهمة اللي هتحصل النهاردة فهيتم تنظيم احتفالية بمناسبة اليوم العالمي لحماية طبقة الأزون وزارة البيئة أصدرت بيان أكدت فيه أهمية بروتوكول مونتريال في الحفاظ على طبقة الأزون والبيئة نظرا لإسهامه الكبير في مكافحة ظاهرة التغيرات المناخية وأوضحت أن مصر شركة دول العالم في وضع طبقة الأزون على الطريق المؤدي للتعافي بحلول منتصف هذا القرن النهاردة يلتقي الدكتور محمود محيددين رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي كوب 27 مع الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية واللواء هشام أمنى وزير التنمية المحلية بجانب 27 محافظ وده في إطار استعداد مصر لاستضافة مؤتمر المناخ في شرم الشيخ كمان النهاردة جامعة الدول العربية هتعقد الاجتماع الثلاثاشر لفريق عمل حماية المستهلك الاجتماع هيستمر لمدة يومين وهينقش تنفيذ خطة عمل الفريق للمرحلة المقبلة وعرض تجارب الدول العربية في مجال حماية المستهلك النهاردة الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة البرتغالي روي فيتوريا هيسمح لوسائل الإعلام بالتواجد في مران المنتخب الساعة 5 ونص بستاد بورج العرب بالإسكندرية لعرشاء الكرة الأوروبية موعدهم النهاردة مع سبع مباريات قوية في إطار الجولة التانية من دور المجموعات لبطول الدوري أبطال أوروبا أهمها لقاء ليفر بولي الإنجليزي مع آيكس أمستردام الهولندي الساعة 9 بالليل وفي نفس التوقيت هيلتقي بارل ميونيخ الألماني مع برشلون الأسباني لا يا حال إحنا شفنا ربما ذات الدكتور مصطفى مدبولي الشرم الشيخ اللي كان فيها استمرت على مدى أكتر من يوم وكان فيها تفقد لكل مرافق شرم الشيخ سواء المرافق في قطاع النقل سواء الفنادق اللي تم مشاهدتها بالكامل سواء الحفلات سواء الطرق خليج نعمة تغير تماما نهاردة كمان عندنا الاجتماع اللي هيعقده دكتور محمود موحي الدين مع مجموعة من الوزراء والمحافظين أعتقد فيه حراكية مننا اليومين دول بشكل ما شفناهوش قبل كده أعتقد أن زي ما بيقولوا كده العد التنازولي بدأ لمؤتمر المناخ أكيد يعني إحنا الميزة عندنا مصطفى أن إحنا مش بنبقى ماشيين مش بنتوقف ونرجع نشتغل ونتوقف ونرجع نشتغل شغل طول الوقت مستمر وده اللي بيعمل الحراك اللي أنت بتقوله وده اللي بيعمل كمان الشكل المحترم اللي بيحصل معنا في المؤتمرات الدولية اللي متوقعين إن شاء الله إنه هو يظهر معنا الفترة الجاية في مؤتمراتنا الجاية